السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة نعيش العلم معاكم دكتور محمد البنة وفيديو جديد من سلسلة فيديوهات البيورينز and بريميدينز كيمستري السلسلة هنتكلم فيها عن مركبات البيورينز ومركبات البيورينز هنعرف الستركشور بتاعها ازاي بتتحضر ازاي بتتفعل ايه اهميتها في الحياة موجودة فين اصلا ونعرف عنها تفاصيل كتير ان شاء الله في الجزء الاولان من المنهج هنتكلم عن مركبات البيورينز بالتفصيل هنعرف ازاي نعمل لها كلاسيفكيشن ازاي بنقسمها وبنقسمها بونانة على ايه وبعد كده ازاي نحضرها وبعد كده نشوف الليkiemستري بتاعتها زي اليوريك اسيد مثلا من اشهر المشتقات او من اشهر مركبات علاة البيورينز هو اليوريك اسيد هنعرف ازاي نقدر نعمل له ايزوليشن ازاي نتعرف على ازاي نحضره ازاي بيدفق وهكذا نفس الكلام هنعمله يتعاملوا على الكافيين مثلا مثل الأدينين والجوانين مركبات كثير كما سنرى ونفس الكلام الذي سنقوم به بيرميدينز في البداية خالص دعنا نعرف الأول الفرق بيرميدينز بيرميدينز هي الحلقة السوداسية التي تكون مكوناة من 6 زرات منهم 4 كاربون و 2 نيتروجين والذي نيتروجين بالنسبة للبعض في الوضع 1 و 3 هذه نسميها حلقة البرميدين طبعا عيلة البرميدينز تكون فيها مشتقات كثيرة كما نرى الثلاثة أمثلة بيكون طلع تفرعات كثيرة من الحلقة بتاعتي نفس الكلام عيلة البيورين البيورين نفسه عبارة عن حلقتين متصلين مع بعض بالمنظر ده حلقة سوداسية متصل بالحلقة الخماسية السوداسية فيها 2 نيتروجين والخماسية فيها 2 نيتروجين هذا مركب البيورين نفسه أم عيلة البيورين بيكون فيها مشتقات كثير زي ما احنا شايفين بالمنظر ده طيب البيورين والبرميدين هي مركبات موجودة في أطعامها كثير أو مأكلات كثير أشهرها طبعا اللحمة والمأكلات البحرية وكمان المشروبات الكحولية والبيرة وكمان العصير اللي هي بتكون مسكرة اللي بنسميها الشوجري درينك وطبعا زي ما هنتكلم برضو ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية ان البيورينز دي لما تكون موجودة في جسم الإنسان بنسبة عالية بتسبب مرض من أهم الأمراض اللي منتشرة اللي هو مرض النقرس أو بنسميه الجوت ده بيكون سببه زيادة البيورينز والبرميدينز المركبات دي جوا جسم الإنسان طيب ان شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن عيلة البيورينز هنبدأ الأول بمركب البيورين نعرف الستركشور بتاعه ونشوف العيلة كلها الكاسفكيشن بتاعها بيحصل ازاي ازاي يقدر أقسمها وازاي يقدر أحضر العيلة دي نبدأ الأول بالبيورينز استركشور مركب البيورينز نفسه ده اللي احنا رسمينه اللي هو زي ما قلنا عبارة عن حلقتين الحلقة اللي على الشمال دي اللي هي بيكون فيها الاثنين نيتروجين أاتوم دي بنسميها حلقة البرميدين اللي هي الحلقة السوداسية بيكون فيها زرتين نيتروجين فيما بينهم زرة كاربون يعني بنسمي الاثنين نيتروجين في الوضع رقم واحد وثلاثة الحلقة السوداسية اللي هي بتكون أروماتيك شبه البنزين بس فيها زرتين نيتروجين في الوضع رقم واحد وثلاثة دي بنسميها حلقة البرميدين الحلقة السوداسية دي بتكون فيوزد مع الحلقة الخماسية فيوزد يعني ايه يعني متصلة معها بربطتين او باثنين كاربون اللي هما الاثنين كاربون ايه بالنص الحلقة شبه النفتالين كده لما نحضره من البنزين بيبع عبارة عن حلقتين بنزين فيوز لنفس الكلام هنا تمام? الحلقة الخماسية دي اللي بنسميها الحلقة الاميدازول برضو عبارة عن اثنين نايتروجن في حلقة خماسية وفيما بينهم كربوني يعني بنقول اثنين نايتروجن في الوضع رقم واحد وتلاتة دي اللي بنسميها حلقة الاميدازول وبرضو المركبات اللي هي البيورينز دي بيطلق عليها اسم تاني اللي هو السايكليك دايورايدز يعني ايه Cyclic Diurides يعني اكي انها جاية من اتنين جزء من اليوريا بيتحدوا مع بعض جزء اليوريا زي ما احنا عارفين لهو عبارة عن NH2 يعني عندك N متصلة بكربون متصلة بN فلما تيجي ببص على الستركشور بتاع البيورين هتلاقي ان المقطع ده ممكن اجيبه من جزء يوريا لهو NCN شبه بتاع اليوريا نفس الكلام المقطع اللي في الحلقة الخماسية ده هو عبارة عن NCN برضو اقدر اجيبه من جزء يوريا يبقى اذا مركبات البيورين ممكن اقدر اكونها من اتنين جزء يوريا طبعا هيتحد مع حاجات تانية عشان يكون السايكل بتاعتي وبالتالي بيسموها Cyclic Diurides زي ما احنا قلنا طيب لما اجيبص على المركب احنا دلوقتي عرفنا هو بيتكون ازاي عايز عارفها ارقم المركب ازاي بارقمه ازاي بابدأ من الحلقة السوداسية اللي هي الحلقة الكبيرة عندي اتنين نيتروجين هابدأ من عند انهي واحدة بابدأ من النيتروجين البعيدة عن الفيوزenne يعني بابدأ منين النيتروجين دي هى متصلة بالحلقة مباشرة يعني بعد ايها على طوق لكن دي هى اللي هي البعيدة يب Wegاداء من عند النيتروجين اللي تحت دي هى اللي هتاخد رقم واحد زي ما احنا شايفين بعد كده باببر tourists انهي اتجاه بابش في اتجاه النيتروجين التانية اللي هو الاقرب للنيتروجين التانية عميلا يفعش همشه لتحت كده ليه هيبقى النيتروجين بتاعتي دي رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فهدي هتبقى اخضر رقم خمسة ماينفعش لكن لازم امشي في الاتجاه للفوق بحيث النيتروجين التانية تاخد رقم ثلاثة تمام بعد كده برقم الحلقة السوداسية الاول يبقى دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بعد ما خلصت تلكمها قوم نقل على الحلقة التانية برضه عندي اثنين نيتروجين طب هابدأ من انهي واحدة ببدأ باللي التهجين بتاعها اعلى او اللي معاها تفرعات اللي هي النيتروجين اللي تحت دي لما اجبص على النيتروجين اللي تحت هتلاقي التهجين بتاعها اس بي سري عاملة كل روابطها سيجمة يبقى زيها زي الكاربون هيبقى تهجينها اس بي سري تمام طب النيتروجين اللي فوق عاملة ربطة باي يبقى تهجينها اس بي تو نفس الفكرة اللي تحت دي معاها هايدروجين او ممكن نشيل هايدروجين وحط اي تفرع تاني لكن النيتروجين اللي فوق دي روبتها كاملة مش هتقدر تعمل تفرق يبقى بدأ الترقيم من عند النيتروجينة اللي معاها هايدروجين او اللي معاها تفرق او اللي تهاجينها اعلى زي ما احنا قلنا يبقى دي اللي هتاخد رقم سبعة بعد كده دي تمانية والنيتروجين التاني هتاخد رقم تسعة ده كده بالنسبة للترقيم بتاع المركب يعني لو جت حطيت اي تفرق في اي مكان على الحلقة هبقى عارف موضع التفرق ده رقمه من الترقيم اللي احنا كدبين تمام طيب تكملة لجزئة البيورينز ده قالك البيورينز دول بيكونوا موجودين في اربعة توتوميريك فورمس ليه لو بسيت على الستروجير اللي فوق ده هتلاحظ ايه هتلاحظ ان انت في عندك زرة هايدروجين واحدة مع الاربعة نايتروجين يعني عندي تلاتة نايتروجين عاملين دبل بوند واحدة نايتروجين بس هي اللي معاها زرة الهايدروجين وبالتالي من هنا قدروا يعملوا اربعة توتوميرز يعني اربع مركبات ايزومر لبعض اللي هم كانوا فاكرين ان دول الفرقية البيورينز موجود بقى فريزونامس ما بين الاربعة دول عملهم ازاي بدأوا يحطوا زرة الهايدروجين على كل نايتروجينة من الاربعة اللي موجودين في الحلقة فهتلاحي اول ايزومر الهايدروجينة مع النيتروجين اللي هي رقم 1 ثاني ايزومر هحط زرة الهايدروجين مع النيتروجينة رقم 3 ثم يضخ في الثالث ستقريبا مع الهيدروجين اللي هي رقم 7 وخمضت الهيدروجين اللي هي رقم 7 هؤلاء الأربعة ايزومر بتوعي لكن الأربعة ايزومر مش هم الموجودين أول اتنين دول موجودين اصلا لأنهم تابعة بشكل محدود إيه السبب في هذا؟ عندما تضع زرقة الهيدروجين علي الهيدروجين اللي هي موجودة في الحلقة السلاسية سواء اللي هي بتاعت رقم 1 او 3 شما قلنا الحلقة السوداتية تعيدها مش هتبقى أروماتيق يعني قارنها بالبنزين هتلاقي الجزء ده تهجينه s-p-3 وبالتالي هي مش أروماتيق نفس الكلام دي هيبقى تهجينها s-p-3 فمش هتبقى أروماتيق وبالتالي الاتنين دول اللي صستيبل ومركبات البيورينذ اللي ما جنا اشتغلنا عليها كانت مركبات أروماتيق يبقى ايزا من الاتنين دول مستفع دي تمام فيبقى عندي بقى الاتنين آيزومر التانيين دول اللي هو سواء خليت الاتشايا مع النيتروجين اللي فوق او اللي تحت في الحلقة الخماسية مش هتفرق بس المهم ان في كلا الحالتين لما اجا رقم هبدأ الترقيم من عند الاتشايا اللي هي بتاعت الان دي هي اللي هتاخد رقم سبعة والان التانية اللي مش معها الهايدروجين هتاخد رقم تسعة سواء بحطيتها فوق او تحت المهم من الترقيم هيفضل زي ما هو تمام وبالتالي يبقى مركبات البيورينز هي موجودة في التو ستراكشار دول موجودة في عملية ريزومانس فاقدر اعملها اكوليبريم او اتزام ما بين الاثنين شبه الريزومانس بتاع البنزين رينج كده البنزين ممكن ارسم لها ريزومانس بطريقتين يا ام ارسم التلاتة دبل بوند بشكل او ارسمهم بشكل معاكس يعني على كربونا او كربونا تانية نفس الكلام بيحصل هنا فالتنين شكلين دول موجودين في عملية الريزومانس وبالتالي يبقى خلاص الكلام ان البيورينز بتاعي مالوا يعني عنده اتنين من الايزمر اللي احنا بنسميهم ايه ان سبعة وان تسعة هايدروجين يعني هتحط الاتشاية مع الان اللي هي وغدة رقم سبعة او الان اللي وغدة رقم تسعة تمام لكن الاتنين الاولانين دول اللي هما الفيرست تو دول طبعا لغناهم بسبب الاروماتيستي لان البيورينين رينج هي مفروض حلقة اروماتيك فاول اتنين دول الحلقة فقدت الاروماتيستي بتاعته طيب كده خلصنا كلامنا عن البيورين استراكشور تعالى بعد كده ننقل على الكلاسيفيكيشن ازاي قدر عمل الكلاسيفيكيشن للبيورين اول حاجة الكلاسيفيكيشن اللي احنا بنعمله هنا according to chemical structure الكلاسيفيكيشن ممكن اعملها بطرق كتير ممكن اقسم نفس الحاجة باكتر من طريقة احنا بس هناخد التأسيم عن طريق الاستراكشور اللي هو الكيميكا الاستراكشور او التركيب الكيميائي فعالة البيورينز لما اقسمها according to chemical structure بقسمها لثلاث حاجات اول حاجة بيسموها الهايدروكسي او الاوكزي بيورينز يعني ايه؟ يعني هتلاقي زي ما انت شايف كده التفرعات هي عبارة عن او اتش فبنقول عليها هيدروكسي او ثلاث البوندو او اللي احنا بنقول عليها الاوكزي تمام؟ يبقى اذا المركبات اللي هي الهايدروكسي او الاوكزي بيورينز هية مركبات عندها الدريفاتيف اللي طالع من حالة البيورين يعني الانفس النيوكليز بتاع حالت البيورين اللي احنا قلنا عليها فوق وطالع منها تفرعات س Nathan H او ثلاث البوندو تمام؟ طيب فيه طبعا مركبات كتير جوة كل علاء من العائلات دي اللي هي الدريفاتيفز احنا بس هناخد ثلاث امثلة للهايدروكسي او الاوكسي بيورين هما دول هنشتغل عليهم عند اليوريك اسد والزانسين والهايبوزانسين تعالى نبدأ من الهايبوزانسين اللي هو العليمين ده الهايبوزانسين ده اللي هو بيكون عبارة عن ايه ادن نيوكلس بتاعة البيورينة هي وامتحطت عندها سيدابل بوند او في الوضع ده طب الوضع ده اللي هو رقم كام تعالى نرقم قلنا بابدأ الترقيم منين بابدأ الترقيم من عند النيتروجين اللي هي دي اللي هي في الحلقة السوداسية البعيدة عن الفيوز درينج وهامشي في اتجاه النيتروجين اللي تحت يبقى دي رقم اتنين دي تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى ايزا السيدابل بوند او عندي في الوضع رقم ستة وبالتالي مركب الهايبوزانسين ده انا ممكن اسميه بطريقة تانية اقول علي ستة طالع منها السيدابل بوند او يبقى ستة اوكزو والحلقة دي اللي هي جاي من البيورين يبقى اسمه ستة اوكزو بيورين طيب تعالى نشوف المثال اللي بعده اللي هو الزانسين نفسه ده هتلاقي عندك بقى اتنين دريباتيف واحد في الوضع ده واحد في الوضع ده لما نيجي نرقم طبعا النيتروجين دي هي رقم واحد يبقى دريباتيف ده في الوضع رقم اتنين وده في الوضع رقم اربعة مجمواتين هما او اتش لما نجي نرقم يبقى الدريفاتف ده في روضة رقم اثنين وده في روضة رقم ستة يبقى هو الاثنين وستة ضاي هيدروكسي بيرين لان التو دريفاتف هم او اتش خلي بدك من حتة مهمة انا نفس المركب ده اللي هو الزنسين ممكن ارسله في الكيتو فورم او الانول فورم تمام طبعا هو كده موجود في الانول فورم لان الدابل بوند مع الان والاو معها الاتش يبقى اللي هو اكين وجاي من الكحول فبنقول عليه انول فورم لكن ممكن بسهول او مواد الدابل بوند هنا واجيب الاتشي على النيتروجين فيتحاول الكيتو فورم يبقى زي الحتة دي كده تمام فهو اللي انا عايز اقولهلك ان المركب بيكون موجود في الصورتين الكيتو فورم والانول فورم لكن احنا بنرسب هنا او بنكتب او بنسمي المركب بناء على المور ستيبل فيه يعني الكيتو فورم والانول فورم موجودين وحفين بيبقى مور ستيبل عن التاني ففي حالة الزنسين المور ستيبل هو مين اللي معان لتنين او اتش ففي حالة الزنسين كان الانول فورم هو المور ستيبل لكن في حالة الهايبو زنسين الكيتو فورم هو المور ستيبل طيب اخر واحد بقى اللي هو مين اليوريك اسيد وطبعا اشهرهم اشهر مركب في العيلة دي اللي هو اليوريك اسيد يتلاقي عندك سيدابل بوند او في الوضع ده وده وده يعني عندك تلاتة سيدابل بوند او لما اجي رقم دي طبعا رقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى عندي في اتنين وفي ستة ودي هنا سبعة تمانية يبقى في تمانية كمان يبقى هقول اتنين وستة وتمانية تلاتة مجموعة سيدابل بوند قوي بقول تراي اوكزو بيورين تمام طيب دي كده اللي هي الكلاسفكيشن الاولانية اللي احنا بنسميها هيدروكسي او الاوكزي بيورينز تاني عيلة معنا اللي هي عيلة الاماينو بيورينز دي عبارة عن ايه من اسمها اماينو دريفاتيفز مشتقات امينية للبيورينز يعني هجيب البيورين وحط عليه انه اتش تو تمام فيه طبعا مركبات كتير اشهرها الاتنين دول اللي هم الادنين والجوانين دول بيكونوا موجودين في الليفينج سيلز اللي هي الخلايا بتاعت الكائنات الحية سواء بقى الجسم الانسان او الحيوانات اللي بتخش في تكوين النيوكليك اسد اللي هو بيتكون منه الدي ان ايه والار ان ايه اشهرها مركبين طبعا اللي هو الادنين والجوانين طبعا فيه مركبات تانية كتير بس هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم الادنين لما نيجي نشوف الستركشر بتاعه هتلاقي عندك مجموعة ان اتش تو هنا في الوضع اللي هو زي ما قلنا رقم ستة بابدأ من هنا دي رقم واحد يبقى الان اتش تو في الوضع رقم ستة فممكن نسميه الادنين او اقول عليه ست اامينو بيرين تمام المركب الثاني اللي هو ال NH2 هتبقى موجودة في الوضع رقم اتنين اللي ما بين ال 2 نيتروجين ده اللي هو الجوانين او ممكن يسميه اتنين امينو بيرين ده كده التاني نوع من الكلاسفكيشن اللي احنا بنسميهم الامينو بيرينز ثالث نوع اللي هو مين الميسيليتد بيرينز برضو ميسيليتد من اسمها يعني في عندي تفرع اللي هو مجموعات الميسايل فبنقول عليها الميسايل بتاعة البييرينز طبعا دي مش جاي من البييرين نفسه يعني لو جدت بصها تلات مركبات اللي تحت هتلاقي عندهم مجموعاتين موجودة في كل مركب اللي هو اللي احنا قلنا علي من شوية اللي هو الزنسين فده برضو اقدر اعتبرهم انه هم من الزنسين طبعا العيلة دي برضو فيها امثلة كتير احنا بس هناخد تلات مركبات اللي هو السايو فلين والسايو برومين والكافاين تعالى نبدأ بقاء لواحد اللي هو السايو فلين زا ما قلنا السايو فلين عنده مجمواتين ومجمواتين سيدابل بوند u مجمواتين الميسايل على النيتروجين اللي هي رقم واحد ورقم ثلاثة فممكن أسميه بقاء لأنا هسميه بالبييرين عادي هقول عليه N1N3 دي مسايل ليه قلنا عليه N1 لين التفرع وطالع من مجموعة النيتروجين عشان كده بنقول قابل الرقم بتاعه حرف ال in فيقول ان واحد ان ثلاثة 2 Toni zweiAmagne سائلو خgesetzية اخدام 2 طنوع الوضع 2L داي اوغزو بيورين تاني واحد الوضع 2L هو بس عندك مجمواتين المسايل بقت في الوضع رقم تلاتة والوضع رقم سبعة يبقى هقول ان تلاتة ان سبعة داي مسايل اتنين وستة داي اوكزو بيرين. وتالت مثال عندي وطبعا هو الاشهر في العلاء دي اللي هو الكافاين. الكافاين عبارة عن تلات مجموعة مسايل مع التلاتة نايتروجين. يبقى هقدر اقول عليه ان واحد وان تلاتة ان سبعة تراي مسايل لانهم تلات مجموعات. وبرضو عندي الاتنين اوكزو يبقى اتنين وستة داي اوكزو بيرين. تمام? طيب كده نكون خلصنا كلامنا عن البيورين كلاسفكيشن. تعالى بقى ننقل على البيورين سينسز. هنبدأ ان حضر مركب البيورين نفسه. وبعد كده نشوف ازاي نحضر عيلة البيورينز كلها بقى اللي هي المشتقات بتاعته. طيب قبل ما نبدأ تحضير البيورين تعالى الاول نتكلم عن بعض العلمات المهمة اللازم تعرفها عن البيورين. مركب البيورين نفسه ما بيبقاش موجود في الطبيعة. على العكس بتاعته. ولكن بيتحضر من زي ما هنشوف كمان شوية طريقة التحضير. زي ما قلنا على العكس بتاعته في كتير بتكون موجودة في الطبيعة زي والزنسين والكافيين وغيرهم. ومركب البيورين نفسه هو عبارة عن يعني هو في نفس الوقت تقدر اقول عليه اسد وفي نفس الوقت تقدر اقول عليه ان هو تمام? تعالى نبص على عشان نفهم الموضوع اكتر. الحلقة السوداسيرى اللي هي على الشمال عندها الاتنين نيتروجين كل واحدة معها اللون بيروف ال котرون. وبالتالي الاتنين نيتروجين دول قدningen peux 即 creep 베ض. يبقى الحلقة اللي على الشمال دى كان اكت اس بيز. في نفس الوقت الحلقة اللي على يمين النيتروجين اللي معها زرة الايضروجين دى سهل انها تفقد على هيهية ا London بروتون اللي هي اسديك. وبالتاليłych المركبه لديها اسد ويقدر يدفع الاس بيز. ده مش بس كده ده هو كمان اقوى في البازيستي من البيريميدين نفسه. تعالوا نبص على البريميدين ايه الحلقة السوداسية اللي فيها الاتنين نايتروجين اللي احنا قلنا عليها بيزيك. فالمركب بتاعنا ده اللي هو البيورين اقوى في البازيستي من البيريميدين نفسه. ليه نتيجة للفيوجن بتاع التورينج مع بعض. فبتزود البازيستي بتاعت الحلقة دي. وكمان اقوى في الاسيديتي من الحلقة الخماسية اللي هي بتاعت الاميدازول. برضو لنفس السبب ان وجود الحلقة السوداسية معها بيزود الاسيديتي بتاعتها. تمام? وبالتالي المركب بتاعنا هو سترونجر بيز زين البريميدين اند سترونجر اسد زين الاميدازول. تمام? طيب تعالوا بقى نحضر مركب البيورين الاول زي ما اتفقنا وبعد كده نشوف زي نحضر باقي العائلة. مركب البيورين بيتحضر من طريقة اسمها الفيشر سينسيز. ده اسم العالم اللي عمل طريقة التحضير دي. اسمه فيشر. حضر البيورين من اليوريك اسد. ازاي بياخد اليوريك اسد. يقوم يفعله مع الفوسفورايل كلورايد دي اول خطوة. بعد كده يفعل الهايدروجين ايو دايد. في وجود الفوسفوني ايو دايد. زي ما هنشوف دلوقتي. دي تاني خطوة. وطالت خطوة يقوم عمل عملية الريدكشن. عشان يديني البيورين. طيب تعالوا نشوف التفاعل بالتفصيل. قادل اليوريك اسد بتاعنا اللي هو عنده التلاتة سيدابل بوند او. تمام? موجود في الكيتو فورم. بحوله الى الينو الفورم. فيقوم يديني بقى تلاتة او اتش بالمنظر ده. سهم اتزان طبعا رايح جالي ان الاتنين موجودين في اكوليبريا زي ما احنا قلنا. بقوم ااخد بقى الينو الفورم بقوم ضيفها ليه بي او سي ال سري اللي هو الفوسفورايل كولورايد. طبعا احنا عارفين الفوسفورايل كولورايد. بيعمل ايه? بيقوم شايل الو اتش ويحط مكانها سي ال. فيشيل تلات مجموعات او اتش ويدخل تلاتة جروب سي ال في نفس الوضع. المركب ده اللي اقدر يسمي اتنين وستة وتمانية تراي كلورو بيورين. بعد كده هقوم ضيف عليه الهايدروجين ايوضايد في وجود الفوسفورايل ايوضايد. هيقوم عامل ايه? الهايدروجين ايوضايد هيشيل السي ال ويدخل مكانها اليوض. بس خلي بالك. الناتج اللي طلع. لقوا اليوض دخل فين في الحلقة السوداسية بس. مكان نظرتين كلور. لكن الحلقة الخماسية اللي كان فيها كلور ما دخلش اليوض وفضلت زي ما هي هايدروجين ما دخلش مكانها اليوض. ايه السبب? زي ما احنا قلنا من شوية ان الحلقة السوداسية هي مور بيزيك. وبالتالي هي اللي سهل يحصل عليها نيكلو فيلك اتاك فتتبدل من الكلور لليوض. على عكس الحلقة اللي هي الخماسية هيبقى صعب انها تتبدل لانها مور اسيديك. وبالتالي اقل للكلور دي. فنقدر نقول ان الكيلورين بتاع ir aktivity بتاعت الكيلورين اللي موجود في الحلقة تورد ان بتكون رقم ستة اعلى من رقم اتنين اعلى من رقم ثمانية. رقم ثمانية دي اللي هي اضعف حاجة اللي هي الموجودة في الحلقة الخماسية. وبالتالي لما شيلت التلاتة دخل بس اتنين يوض في الوضع ده اللي هو رقم اثنين وستة تمام طيب بعد كده بنقوم ضيفين عليه الزنك دست ونسخن غبار الزنك بيعمل ايه هيقوم شال اليود مع اليود يطلع الزنك ايوضايد طبعا انت فاعل بيحصل في وجود اسيدك ميديم او ميا فيقوم يدخل مكانهم مزارتين الهايدروجين فيديني حلقات البيورين طبعا انا شلت اليود ودخلت هيدروجين يبقى كيني عملت خطوة الاخيرة دي بنقول عليها خطوة الريدكشن طيب كده ابقى حضرت البيورين نفسه تعالى بقى نشوف ازاي يقدر احضر البيورينز اللي هو different derivative منه general purine senses هنعمل تلات طرق مهمين لتحضير ال derivative بتاعت البيورين زي ما هنشوف اول طريقة اسمها التراوبس ميسود ده برضو اسم العالم اخد اللي 4 و 5 داي امينو بيريميدين وقام عمله كندنسيشن مع الفورميك اسيد تعالى نشوف التفاعل هيحصل ازاي ادي اللي 4 و 5 داي امينو بيريميدين اللي هي الحلقة السوداسية بتاعتي اللي فيها الاتنين نايتروجين عندي derivative هنا في الوضع اللي هو بتاع الرقم 6 وفي الوضع اللي هو بتاع رقم 2 ال derivative دي سمي منهم بقى اي حاجة R1 R2 تقدر تحط مشتقات زي ما انت عايز عشان تحضر derivative كتير تمام؟ وبعد كده في الوضع رقم 5 و 6 عندي مجمواتين النايتروجين بتوعهم اللي اتنين هم عبارة عن NH2 هفعلوا مع الفورميك اسيد اللي هو عبارة عن HCW bond OOH اتفاعل هيحصل ازاي؟ هتيجي ال NH2 دي باللومبر بتاعها تقوم هاجم على مين؟ على HCW bond O فطبعا الكربون هيبقى معها خمس روابط ما ينفعش فتقوم ترضى مين مجموات الOH طب الOH هتخرج مع مين؟ مع النايتروجين دي لما تيجي تمسك هنا هتبقى النايتروجين هنا عاملة اربع روابط فبرضو غير مستقر تقوم فقدة زارة هيدروجين يبقى طلعت ال H من هنا مع ال OH طلعت جزء مية وخلت ال NH تمسك في مين في HCW bond OH اللي هي بقيت Aldehyde فيقوم تحول للناتج بتاعها بالمنظر ده بقى هنا عندي NHCHO اللي هي مجموات ال Aldehyde تمام؟ دي كده قوي الخطوة تاني خطوة هيقوم حاصل عملية Condensation تاني يقوم جاية ال NH2 دي برضو تمسك في مين؟ تمسك في الكاربون هشيل مين مع مين؟ برضو هطلع جزء مية يبقى هشيل ال O من ال Aldehyde مع ال 2H بتوع ال Nitrogen فكده يبقى انا اشيلت ربطتين من هنا وربطتين من هنا يبقى هكون double bond فيقوم تدين C double bond N تمام؟ فهتلاقي النتج بتاع ADC double bond N وهدي ال C المتصل بال NH اللي هي في الخطوة الاولانية يبقى كده هيدديني ال Biurine بتاعي ال Biurine اللي انا حضرته وهنا فيه derivative 2 في الوضع رقم 2 وفي الوضع رقم 6 لكن ما فيهوش derivative في الوضع رقم 8 خلي بقى ملحوظة دي عشان هنرجع لها تاني كمان شوية يبقى ازا التفاول بتاعي حصل ازاي؟ عملت Condensation ما بين ال 4 و 5 مع ال Formic Acid عمل Ring Closure يعني قفل الحلقة عن طريق التسخين زي ما قلنا في الخطوة دي بالتسخين هيفكت الجزء مية فيقوم قفل الحلقة بتاعتي وبالتالي الطريقة دي زي ما قلنا بيحصل فيها برباريشن للبيورين اللي هو Unsubstituted في الوضع مين رقم 8 يعني اقدر احضر اي Substitution للبيورين في اي وضع اللي هو رقم 2 او 6 لكن ما قدرش احضر له Substitution في الوضع رقم 8 طيب نفس التفاعل بتاع التراوبس ده زي ما قلنا بالFormic Acid قدر يعمله كمان بالSiophormic Acid يبقى هو نفس التفاعل اقدر اعمله باستخدام مين اللي هو Formic Acid يعني بعد ما اجبت الفورمic Acid فوق اللي هو H C double bond O و H ومتشايل الO حطت مكانها S نفس طريقة التفاعل هتحصل برضو هاخد ال4 و 5 ضي امينو برميدين قدل ان H2 هتيجي تهجي مع S double bond S هتكون معها رابطة فدي هيبقى معها خمس رابط قم طرد ال S H مع ال H من هنا يبقى بدلا ما في اللي فات بتاع الفورمic طلعت H2O هنا هتطلع مين H2S تمام؟ دي اول خطوة عشان يديني ده اللي هو H S تمام؟ بعد كده هيقوم جايل ال N دي تهجم على دي وتعمل double bond وتشيل ال S من هنا مع ال 2 H ثم يطلع جزء ثاني H2S يبقى انا فقدت اتنين جزء H2S بدلا ما انا في الفورمic فقدت اتنين جزء مية ويقوم يديني في الاخر الناتج بتاع اللي هو البيرين برضو من غير في الوضع رقم 8 يبقى الطريقة دي هي شبه اللي فات برضو اسمها ياما تعملها بالفورميك أسد او بالضاي سايو فورميك أسد ولو استخدمت الضاي سايو فورميك أسد بتستخدم معا بيزيك ميديم او ممكن بل ما تستخدم الاسد نفسه تستخدم السولت في وجود ال N A بدل ال H مفيش مشكلة طيب زي ما قلنا في الطريقتين احنا لما جينا حضرنا بالطريقة دي اللي هي بتاع التراوس سوا بالفورميك أو بالسايو فورميك انت لما جيت حضرت ما قدرتش تعمل صبستيوشن في الوضع رقم 8 طيب لو انا بقى عايز ادخل صبستيوشن في الوضع رقم 8 اعمل ايه برضو بالطريقة بتاع التراوس دي قال لك بقى بتراوس دي احنا ممكن نحضر للتمانية هيدروكسي بيرين نحضره ازاي عندك ثلاث طرق ممكن نتحضر بيه بص عليهم كده برضو هاخد الاربعة وخمسة ضايق امينو بيرميدين بتاعي وهم فعلوا اول مرة مع الاسايل كلوروفورميت من الاسايل كلوروفورميت اللي هو مركب ده اللي هو عبارة عن جاي من الفورميك اسد بدل ما اجيب الاسد خدت الاستر بتاعه حطيت له اسايل يبقى اقول عليه اسايل فورميت بدل ما هو جاي من الفورميك شلت منه الاسايل وحطيت مكانها الاسايل يبقى اسمه اسايل كلوروفورميت تمام؟ طيب التفاعل يحصل ازاي؟ تعالوا نقرب شوية زي ما عملنا في اللي فائد الان اتش 2 هتيجي تهجم على الاسايل فطبعا هتعمل معها ربطة هيبقى كده الكربون معها خمس روابط تقوم طرده مين الاسايل مع اتشايل من الان اتش 2 يبقى طلعت مين اتش سي ال وهيخل الان اتش تمسك في السيدابل بوند او او اسايل يبقى دي كده اول خطوة هي بعد كده الخطوة التانية هتقوم جاي الان اتش 2 تهجم على مين على السيدابل بوند او فتقوم طرده مجموط ال او اسايل مع اتشايل من هنا يبقى طلعت جزئك حل اللي هو الاسايل او اتش بالتسخيم برضو يبقى هيديني الناتج بتاعي اللي هو الاثنين نايتروجين هشبكوا مع السيدابل بوند او ده طبعا اللي احنا نقدر نسميه التمانية هيدروكسي بيورين دي كده اول طريقة لتحضير التمانية هيدروكسي بيورين من البرميدين بتاعنا باستخدام الاسايل كلوروفورميد طيب تاني طريقة تعالى ناخد اللي تحت اول دي التانية وبعد كده نرجع اللي في النص برضو بنفس الفكرة هاخد الان اتش 2 بتاعتي دي تقوم جاي تهجم على الكربونا دي وتقوم كاسرامين الرابطة بتاعت الان وطبعا هتقوم نقل الاتشايل هنا فيقوم الديني بقيت ن اتش مسكت في السيدابل بوند او ان اتش يبقى ده اللي تكون عندي ادي ان اتش سيدابل بوند او ان اتش تمام لو بدأت هنا بالسولت بتاع الراجل ده ده اللي بنسميه الايزو سيانيت لو بدأت بالسولت بتاعه يبقى بعمل التفاعل في وجود اسيدك ميديم عشان يشيل السولت ويديني الاتشايل تانية فدي تبقى ان اتش 2 او ممكن نبدأ بالايزو سيانيك اسيد اللي هو هنا معه اتش على طول برضو نفس التفاعل ما فيش مشكلة طيب بعد ما اكوني الجزء ده هعمل ايه برضو هتقوم جاي الان اللي تحت باللومبر بتاعه هتهجم على الكاربون دي وتوترودمين الان اتش 2 مع اتش هاية يبقى طلعت جزء امونيا ان اتش سري بالتسخين يبقى يدين ناتج بتاع الان اتنين ان اتش شبك ومعمين مع السيدابل بوند او اللي احنا سميناه التمانية هيدروكسي بيري دي كده تاني طريقة وبرب قومنين بتاعي وهناabilضيف عليه الان اتش 2 صيدابل بوندو وهو اليوريا التفاعل بيحصل بالتاسخين اللي هو اتنين سولد انصهره على النار هعمل التفاعل ازاي هتيجى الان دي تمسك مع السيدابل بوندو او فاتقوم طرد العن اتش 2 دي وهناول الان لات全ع Super Planet هتيجى تمسك مع Yok فاتقوم طرد العن اتش 2 دي كل واحدة من الان اتش 2 هتخرج مع اتش هاية من هنا يبقى طلعت كان جزء امونية اتنين اتنين ان اتش سري وخليت الاتنين ان اتش دول مسكوا في السيدابل بوند او فاداني الناتج بتاعي صعبة الفكرة يبقى زي ما احنا شفنا كده قدرت احضر اللي هو التمعين هيدروكسي بيورين بتلت طرق مرة من الاسايكلوروفورميت تمام ومرة التانية باستخدام البوتاسيوم ايزو سيانيت اللي احنا قلنا عليه اللي هو الان دابل بوند سيدابل بوند او بيحصل عملية رينج تلوجر باستخدام التسخين والطريقة التالتة اننا نعمل فيوجن بين الضيق امينو بيردين مع اليوريا فيوجن وزي اليوريا عشان برضو يديني التمانية هيدروكسي بيورين طيب كده خلصنا الطريقة اللي هي بتاعي التحضير التمانية هيدروكسي بيورين طيب لو عايز بقى في الوضع رقم تمانية ده ادخل ايسا باستيوشن تاني غير الهايدروكسي بتاعي اعملها ازاي دي كده تاني طريقة التحضير اللي بيسموها البرجمن ميسود برضو ده اسم العالم الحاج بيرجمن ده اعمل ايه قالك انا احضر التمانية سابستيوشي بيرين برضو من الاربعة وخمسة ضيق امينو بيرميدين بس المرات دي هفعله مع حاجة اسمها الاميدين سولت تعال نبص على الاميدين ادي الاميدين بتاعي اللي هو عبارة عن NH2C double bond NH2 plus CH3 تمام التفعل هيحصل بنفس الطريقة شبه بتاع اليوريا اللي برضو الان دي هتيجي تمسك مع C فتطرض مجموات ال NH2 مع H طلعنا اول جزء امونيا وبعد كده هتيجي الان دي تمسك مع C فتقوم ترضى ال NH2 اللي فوق مع H يبقى طلعت تاني جزء امونيا يبقى انا كده عملت ايه خلت الاثنين دول شبه مع C اللي معها C H3 فلما اجيبص على الناتج هتلاقي الاثنين دول شبه مع C اللي معها C H3 يبقى لك كده اقدر تحضر التمانية سابستيوب بتاعي لو فيه ميصايل يبقى اقول عليه تمانية ميصايل بيري طيب دي كده كانت تاني طريقة اللي هي البرجمن مسود تالت واخر طريقة عندنا اللي هي الصرسين مسود الحاجة صرسين ده عمل ايه قال لك والله انت كل الطرق اللي فاتت كان بيبقى عندكم الحلقة السوداسية اللي هي بتاعة البرميدين زي ما عملنا هنا في بيرجمن ونفس الكلام عملناه في الطرق الاولانية عند الحلقة السوداسية وبحاول اقفل الحلقة الخماسية اللي هي بتاعة الاميدازول صح المرة دي بقى الحاجة صرسين قال لك انه عمل العكس انا بقى هجيب الحلقة الخماسية نفسها تمام وحاول اعمل تفاول بحيث انه نقفل الحلقة السوداسية فيديني البرين فعمل ايه امواخد البرين بتاعي حضروا منين من الاميدازول اللي هي الحلقة الخماسية اللي احنا بنقول عليها طب تعالوا نبص على الناتج عشان نعرف التفاعل حصل ازاي ادي الناتج بتاعي ...لسابع مسايل بيرين ...يعني عند الان دي اللي هي رقم سبعة معها مجموط المسايل ...هيحدروا ازاي الرجل ده ...الك انا كل هاملو هاشيله السيدا بالبوند او ...وهبدأ بالمركب بتاع ده من غير السيدا بالبوند او ...يعني ده هتبقى ا gitu دي انا بصد تابع نبص كده على الستارت بتاعنا ...الحلقة دي هنشيل منها السيدا بالبوند او ...مخالي دي ان اتش تو ده دي انا اتش تو ...فهياديني الحلقة الخماسية بتاعتي هي ومعها من فوق سيدة بالبندق ونه 2 من تحت الانه 2 تمام طيب المركب ده عايز اسميه هسميه ازاي الحالة الخماسية طبعا هبدأ تركمها منين بابدأ تركمها من عند النيتروجين اللي هي اللي فوق زي ما قلنا اللي هي الاس بي سري هي اللي معها المجموعة المسايل دي كده في الوضع رقم واحد وبعد كده همشي في اتجاه النيتروجين التاني يبقى دي اتنين دي تلاتة ودي اربعة اربعة معها الانه 2 اللي هي الامينو وبعد كده رقم خمسة معها مجموعة سي او انه 2 اللي بنسميها الكاربوناماين هبدأ الاتهم ابجديا يبقى اربعة امينو الاول بعد كده واحد مصايل بعد كده اميدازول اللي هي الحالة الخماسية خمسة كاربوناماين تمام طيب كده عرفنا ازاي نسميه بعد كده هيتفعل مع ايه هقوم فعله مع انا عايز ادخل مجموعة سيدة بالبندق دي فهقوم فعله مع الضي اصايل كاربونيت تعال ان بص على التفاعل هيحصل ازاي دي ان اتش تو اهي هقوم شاهل منها اتشاية مع مجموعة الاو اصايل واخلي الان تمسك في السي ونفس الكلام معل تحت هشيل اتشاية من هنا مع مجموعة الاو اصايل دي واخلي الان دي هتمسك مع السي يبقى انا شبكة الاتنين ان بالسي دابل بند او وطلعت اتنين جزئ اثنون الاو اصايل مع اتشاية وادي الاو اصايل مع اتشاية طلعت اتنين جزئ اثنون وكونت النتج بتاعي اللي احنا سمينا سبعة ميسايل بيرين صعبة الفكرة طيب كده نكون وصلنا لهاية الفيديو بتاعنا اللي اتكلمنا فيه عن عيلة بتاعها وعرفنا كيف تتقسم وعرفنا طرق التحضير بتاعة البيورين رينج نفسها والبيورين زي ما احنا شوفنا مع بعض ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبدأ نتكلم عن اول واحد في اللي هو اليوريك اسد وندرسه بالتفصيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته